امتا التبويض يا دكتور تتحسب ازاي؟ التبويض بقى دي حاجة مهمة اوي لان مامتها دايما بتديها نصايح قبل الجواز وبتبه النصايح غلط دايما يا دكتور في امهات ديولة نصايحها لا لا اصلا دي شاعة ماشية بفضاعة تقول لها يحصل لقاء اليوم اللي 14 من اول يوم الدورة عفاك الرقم ده على طول كوفه وفي زين كل الناس يعني تعدي من اول يوم نزل فيه الدورة الشهرية 14 يوم ويحصل لقاء في الوقت ده وبعنى تقولك ما بتحملش الايه دي طلع ان مش كل الناس عندها التبويض في اليوم اللي 14 ده وحقول لهم ازاي يحسبوه لوحدهم وبيحصل حمل بعد شهر من الجواز على طول بالطريقة اللي انا هقولها دي فدل يا دكتور اولا طلع ان كل واحدة بيجي لها الدورة غير التاني يعني واحدة بيجي لها الدورة كل 30 يوم واحدة بيجي لها الدورة كل 32 يوم واحدة بيجي لها الدورة كل 3 يعني كل واحدة مختلفة ستس الستات بيجي كل 28 اللي هو بينطبق بقى عليه كلام ما منتها اللي هي ايه 14 اللي بيحصل ازا كانت دورة المنتظمة حننضيها النصيحة دي يحصل حمل سريع جدا اي واحدة عارفة ان انا متوقع بيجي لها الدورة امتى هي بتبقى خلاص خادت يعني يعني تقولك انا متوقع حتجي لها يوم 2 في الشهر اللي جاي حتوقع بيجي حوالي يوم 5 بنقولها انت متوقع حتجي لك يوم كذا بتنقصي من الجزء اللي جاي 14 يوم ليه بقى طلعا ان الدورة بتتقسم نصين الجزء الاولاني بيبقى متغير يعني مش ثابت انا مستمحة جاي لدكتور يعني مش فيه بين الدورتين فترة اللي بين الدورتين دولت الفترة ديت بيبقى فيه نص اولاني ونص تاني بينهم التبويض اللي هو في النص بيحصل التبويض نعم فالنص الاولاني متغير يعني ايه يعني ساعتي يبقى 11 يوم ساعت لي بقى 12 يوم اللي هو قبل ما تطلع البوايدة النص التاني ثابت يعني بين البوايدة وبين الدورة 14 يوم بالزبط يعني البوايدة وانس ماتت بروح نازل الدورة إذا ما حصلش حمل اللي 14 دولار سبتين يبقى أنا إما جاء أحسب ما حسبش من أول يوم من قدام أحسب من الأخ أنا دلوقتي هاديكي مثال بالأرقام واحدة بتجيلها الدورة كل 30 العينة ديت من نقص 14 يوم من 30 دولار يبقى التبويض بتاعها اليوم 16 وبما تتقول لها اليوم الكام 14 تكون البوايدة ماتت موت 24 ساعة والحقيقة المالية على الفكرة إذا وصل قبلها في ساعة هو اللي يوصل قبلها بالسنة 48 ساعة برضو ماكسما يعني أقصى حاجة 48 ساعة يومين يعني هو بيستحمل أكتر على البال ما هي تيجي إذا ما تقبلوش مرساعة سالحملة بي أنا عايزة حوط معدد طويت أديكي مثال تاني واحدة بتجيلها الدورة كل 32 بنقص 14 يوم يبقى اليوم الكام 18 وبما مالتها بتقول لها اليوم 14 دي مشكلة مين بقى اللي بتجيلها اليوم اللي 14 اللي بتجيلها كل 28 حنقص يطلع ودولة سوس الستات بس والنصيحة دي على فكرة بتجيب نتائج خرافية لدرجة كذا عينة تيجي تقول إيه ده إيه اللي حصل ده حاكت ديتني النصيحة دي حملت دي حاجة علمية دي حالة 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 شكرا